سلمت قلبي يا ربي لتغسله رفعته لك من خوفي فأنت لو السلام عليكم حبيبي الغالين كيف بقيتو كيف دايرين لبس عليكم كانت من تكونوا بألف خير إن شاء الله وكان شكركم جميعا على التعليق للكم الجميلة كان شكركم زف 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 ربي يسعدكم ويجعلها في ميزانكم إن شاء الله كل كلمة قلتوها لجميلة بقى إن شاء الله في الميزان المقبول جي لكم إن شاء الله شكرا لكم حبيبي اليوم جمت لكم وصفة ديال القرنة اللي بزاف اللي ما كيبغيوش كالكي يقول شيف لور بزاف اللي ما كيبغيوش ياكلوه من خصص الوليدات دبا قليل 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 اللي كيبغيو ياكلوه دبا هاد وصفة هاد لبنات غزالة جبتها لكم جديدة ما زالة في الميكا راها ما كيناش في اليوتيوب غدتلقاوها شي حاجة روعة كيف كنشوفو البنات هنا يا غادي ننقي هاد راس ديال شيف لور غادي ننقيه مزيان غادي نحايدو ديالشوائب كلها ولكن نحافظ على الراس يبقى هاكدك يعني احنا بحتاجينو هاكا غنطيبوه هاكده صحيح وغادي نصوبوه هاكده صحيح وغادي يبقى هاكده صحيح تلتقديم كنحايدو ديالشوائب كلها هاكده يلي فيه هاد شيف لور عطا سليح النونتي جابوه لها من الجرداء يعني هاد كشي باش كتشوفوه فيه تراب شوية بزاف وكنشكرها بزاف زاف زاف على راس ديالشيف لور عارفها غادي تجاوبني غادي تعطيني العصا عليها مكاتب غاليش نشكرها يلا هالبنات هانتوما كيف كتشوفوه غادي ننقيوه مزيان غادي نربو له اسلام هانتوما البنات كيت تغسل مزيان وغادي نديرو في ايناء باش يتسلق خاصني كله يتسلق وغادي نديرو جوج ورقات ديال سيدنا موسى وليكي يقول لهم ورق الغار ورس واحد دريس واحد ديالتوما غادي ندير هما البنات غادي تسلقوه ومعاهم الملحا عفوا الملحا ضروري الملحا غادي تديرو الملحا القيس اللي غادي تبفيه لنا من بعد ما هادش نزيد الملحا يعني كنحاول انه نسلقوه في القيس اللي يالو دي الملحة. غادي ندلوها البنات غادي تسلق حتى كي تسلق مزيان ولكن حاولوا علي ما تحركوه ما ولو مش ميت هرش بغينا الراس يبقى هاك كاك صحيح. هاتوما البنات كيف كتشوفوه انه تسلق ره طائب غادي تزغيب شوية لانك تحشي الموز كتلقاهو اللازب دا. عاد غادي حاولوا عليه بش ميت هرش لانه محتاج انه يبقى هاك داك صحيحها البنات. هنا البنات صافية غادي ندير توابيل غادي ندير إلا الإبزار يعني الفلفل أسود. وغادي ندير آآ در آآ در آآ در آآ در آآ ماشيدير توم بودرة يقدر انه هو ها يستعمل آآ آآ العادي انه يطحنه تنه وا عندي ها هي المعدنوس. فقط. وهنا وثاني عندي جوج معالق كبار دي الزيت الزيتون. يعني خاص زيت الزيتون. لأن البنات لا تشد لي زيت المائدة زيت زيتون سوف نشدهم البنات أنا سوف نطحنهم لا أريد أن نطحن كل شيء لأنك يعجبني كم طحنهم محتلت سوف نطحنهم جيدا وإذا أريد أن نطحن البنات لا يوجد مشكلة سوف نطحنهم جيدا سوف نطحنهم جيدا ثم سوف نزيد عليهم سوف نزيد عليهم العصير الحامض سوف نزيد عليهم العصير الحامض يعني تقريباً واحد جوج معالك الكبار العصير الحامض لا تطحنوش معاها البنات ثالث تاليع سوف تزيد الحامض لكي يحافظ على هذه الريحة لأنه من يقديره في الأول والطحنيه بحالي لا تقش نغمة الحامض يعني بحالي تندامج مع ذاك التوم ومع هادا ما تعطيناش دك مني كتدوقي هاداك الشيفلور ما كتحسيش باديك الطعم ديال الحامض سوف البنات هاكدايا غادي نجيبوا هاد الفورشات بحال هادي وغادي نشدها وغادي نقند هن هاداك الشيفلور مزيان حتى نخليه يعني كامل بحالي كنشرملوها البنات يعني غادي نشرملوها بالفورشات لإنه علش بغيتين نجيب هاد الفورشات هادي هادي لان باش مايتهرسو ليش انها طيب حال زفدة يعني كانا نحاول غيب حال هادبها كا نطب طب عليه باش آه كلوا ندخلو ديك شرموا لعادك انتم كيف تشوفوا البنات راها عيبت الله البنات را واحد الوجبة غزالة غريت تعجبكم غريت تبعوا معي الطريقة وغريت تشوفوا في الآخر كيفاش غريتكون انا قلبت هالجهة الخورة عاو تاني غير شوية وعاو تاني كنحاول انني ندهنها كلها بهاديك الشرمولة باش كلها انها كتوصل لها هديك الشرمولة كاملة انا كنحاول ان ندير معكم مراحل شوية بشوية باش ما تقولوا ليش انه مزربناش ولا تبقى لنا بزبع المرات البنات كنلقاهم شي فيديوهات واحدة اخرين كي يسولوا الطريقة ما شافوهاش مزيان وانا كنحاول معكم بشوية هنا البنات واني تاخدوا الكفتة اي نوع بغيتو ديال الجاج او ديال يعني الكفتة اللي بغيتوها انتم حرين البنات البصلة البصلة واحدة صغيرة حكيتها ونص معي القاعو تاني ديال ابزار اللي هو الفلفل اسود والتو نفس العطرية يعني التوابل اللي درتها قبيلة في الشيفلور هي اللي غادي ندير وبطبيعة الحال مع الدنوس اللي تهو غادي تقطع بطبيعة صافي البنات هنا غادي نخلطو كل شي مزيان هاو ما دو تخلطو دابا البنات غادي نجيبو الورق عجينة الورق لا لابات فيتي البنات العجين المورق صافي هيا جات العجين المورق البنات تقدو تكون اللي كتستعملو حتى ديالده مش مشكلة كتصرحوها هكدا كنجيبو الكفتة كنصرحوها تهي كنديروها قرص بحال هاديك العجين المورق ولكن كتكون صغر عليها لان محتاج الاجنيبات يبقوا خاوين باش منين بما من سدو كنلقوها يعني فارغة انتم غادي تشوفوني ما غادي نصوبها غادي تفهموني علاش كنهضر لكم دابا هاديك منين سرحتها هكدا غادي نقلبها عليها راك تكون لا صقف الورق يعني تقدو انكم تقدوها البنات مشكل ما تخافوش منها انتم البنات مشكل ما تقول لكم خليوها تكون هاداك القرص ديال الكفتة يكون صغر من ديال العجين لاننا بغيين هاداك البلاسات بها دائرة فارغة هنا غالين ديال الفروماج ديلو اي نوع البنات بغيتو الفروماج يعني تقدو بحال دبا هادا عندي مخلط تقدو لك انت عندكم المزاغلة بوحديتها البنات اللي كي بغيو المزاغلة هاكدا بحال دبا تكون هاكدا يمحكوكها بها الطريقة هكدا ديلوها في المجمد حتى تيبس ودووزوها في الحكاكة في الزربة اعطيك الدووزوها كتخرج لكم هاكدا يعني اي فروماج بغيتو هولا هاداك لا فاشكيغي ولا شي حاجا ديلوه في المجمد وعاد دووزوه في الحكاكة كنهزو ذاك الراس ديال الشيفرون البنات كنحطوه هاكدا من الفوق في الوسط صافي ذاك المال يبقى ديال ديال الحامض وكل شي كنحيدوه ما كنديروش لانا مخصناش لما باش ما يضيعيش العجينة ديالي خديت هنا يا حبيبات ديال الزيتون هاداك اللي كيكون بلا عظم حامض وكان عمرو الداخل غيب شوية باش يهبط للك العريشات الداخل تقدوه لكان عندكم الليمون هاداك المرقل تاوت قدوه تستعملوه لبنات هاداك الليمون اللي كيكون مرقل تاوت قدوه تقطعه طريفات لانا عارفين الشيفرون كيبغي كيبغيش حاجة حامضة هانتو ما كندفعو هاداك ذاك الزيتون باش يدخل داخل كانولي كنزيد ندير عو تاني الفروماج لبنات اللي بقى تاوت حاولو انهو تدخلوه باش يهبط مع هادوك العريشات الداخل يعني بحالي كيجي الشيفرون معمر بدك شرموه اللي فيه يعني بدك التوابير ودكش اللي درنا فيه والمعدنوس ودك الزيتون والفروماج اللي كيكون فيه إلا كان عندكم لاباش كيغي وشيفروماج اخر ولقطع طريفات ودينوه الداخل إلا ما كانش عندكم الفروماج بحال هادا دابا البنات خاصن هاد العجينة هادا كلها غادي نجمعوها وغادي نصدوها من الفوق يعني غادي نصدو على هاداك لحبة ديال الشيفرون فهمتوني البنات؟ تبقى وغيب شوية كاتجمعوانة غادي نديرها في الصحن عندي مجموع ديال فران كيساعدني اكتر عندي بحال هك ولكن تقنتو تدروها البنات في اي صحن ماشي ضروري يكون بحال هادا غارق ويكون هكا يمدور ديروه في ديال الطارتات ديروه في ديال الخبز ديروه في اي حاجة المهم غيب شوية جمعو ديك العجينة وتسدوها من الفوق غيعتوها الخاطر غيب شوية شتى البنات غيب شوية وغادي تجمع انا دائما كان نوريكم غيل فكرة وكان حبس الفيديو باش ميجيكمش الفيديو طوال هكدا غادي نلقى معاها كنجمع كنجمع تلقى نجبد العجينة ونسدها من الفوق هانتوما البنات وقيت معاها تغطيتها واخد شوية كم خربشارها منك الطيب رهما كجيش بين البنات كجي روعه مخصناش نقلبوه احنا بغينا شيفلور يبقى هكاك مقلوب احنا خديت اصفر البيض غادي ندهنها كاملة مشكسعتنا ذاك اللويين والبنات اللي مكيبوش البيض دهنوها غيب زبدة مشي ضروري تدرو البيض انا كنديلها البيض لانه ما كيجيش يعني كيجبنا احنا يا البيض ما كيعنناش مشكل فيه باش تعطيكم دكت حمارة ديالها بالنسبة لتزين ديال لوشي هالبنات إلا بغيتو تديرو غير الفروماج من الفوق بوحليتو كافي انا غادي ندير هنا الحبة السوداء يعني السانوج كالكي يقول حبة البركة غادي نرشها بسانوج تقدو تديرو البنات السمسيم يعني زلجلان تقدو تديرو زراع الكتان اي نوع من الحبوب اللي عندكم هالبنات ما عندكمش تقدير انك ترشيها غير ما عندكمش الفروماج ما عندكمش الفروماج ما بقاش تقدت اخذ غيارة يشدل مع الدنس قطعه مرقي وقين كيف ما استعملنا هم قبيل ورشي بهم الفوق تهوك يجي روعة يجي غزال يعني اي حاجة لبنات كنحاولوا انه من هداك الشي اللي عندنا فضل نديرو شي حاجة زوينة اللي تفرح وليداتنا وتفرح رجلك يعني كتحطها وليداتك ورجلك كش حاجة مغايرة ماشي دائما كنحط لهم شي فلور امام اما مخدرينو مع فلمرقة اما اما مزعلك كيكلة صاف هي الليبنات دخلت هالفراء لمدة على حرارة 180 درجة لا هذا الفيديو انا ما زالة معطلة 180 درجة للبنات تقدمت حمر مزيان تجعلها تشكال بحل هكذا يعني قد تقدمها هكا مشي مشكل ولكن انا درت لها تزين خاص بغيت نفرح بوليداتي وبراجلي انتم غتشوفوا البنات اعطينا رأيي لكم وقلوا لي المناس كيف اشجا تكون صافي درتها في الوسط وورت عليها شوية دي الخزو دي الجازار شوية دي البيتراف يعني الباربة شوية دي الاروز شوية هكذا الشي اللي كان ديرو في شلاده زوقتها هكذا يا وزت زوقتها يعني مش يحتاجوك الضيفة باش تفرحي ولداتك ضروري خاص كما قالوا من الذن ما يخلي ديك البهجاء عندك دائما في الضار ما تحتاجيش تيمشي والضيفة عند الناس ما تحتاجيش تيمشي انا درتها غيلة والولداتي والراجلي فقط زوقتها لهم هكذا درت لهم دوك شوية دي الطمات السوغي زرت فيها شوية دي الفروماج كاي اللي درت فيها السوغي مي كاي اللي درت فيها الكاشر المهم دكشي اللي عندي في الضار وشوية دي البيت وزوقتها هكذا البنات والله ما ديمها نعمة علينا ان شاء الله يا ربي الحبيب وبصحة كل واحد وكنتمنى البنات تقولوا لي تعالى أخذيانكم صافي هنا يا ما قدرت شوش نقسم هديك الساعة حتى داروا عليها الهجوم احد قسمتها في الوسط باش قلت نوريكم من الداخل كيفاش كاي جي البنات شايفين كيفاش كاي جي شوفوا الشي فلوركي كاي جي الطبقة ديال والفوق مع الفروماج كاي جي مع السلم عليك البنات مع الفروماج وكاي جي ديك الكفتاع وتاني هكذا كفيه الداخل وهديك العجينة يعني مقرمشة كاي جي روعة البنات حبيبي كنتمنى انا تكون عجبتكم الوصفة ديال هاد النهار وشكرا لكم انك وصلتوا معي احتل هال المرحلة هادي ديالفيديو كنشكركم بزاف ما تنسوش لايكات البنات لانكم دايما كنتنساوهم وما تنسوش البارتاج تفارتاجي الفيديو ديالي مع الاصدقاء مع الاحباب ديالكم شكرا لكم حبيبي على حسن المتابعة ديالكم كنشكركم بزاف زاف زاف اربي سعدكم من وركم وإلى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله السلام عليكم حبيبي سلمت قلبي يا ربي لتغسله رفعته لك من خوفي فانت لو تعبت مني فكم اسرفت اتعبه وعدت نحوك منذوك لتحمله الذنب يثقله والعشق يحرق والعشق يحرق